اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من بيروت اليوم حيث يسرني ان استضيف المسؤول الاعلامي في تيار المردة المحامي سامين فرنجية اهلا وسهلا فيك ماتر فرنجية حمد الله مشتاقين الله يخليك كيف المهرجانات يلا قريبا بتطلع بشيء شكرا اعتقال الاسير خلينا ببلش بهذا الحدث بعد سنتين واكتر شوية على احداث عبره اعتقل الاسير بمجهود من الامن العام ومجهود ايضا الاجهزة الامنية بالقراءة اذا بدك السياسية ماذا يعني اعتقال الاسير اعتقال الاسير معناته في مرحلة طويت وفي مرحلة فتحت شو اسم المرحلة التي طويت المرحلة التي طويت ان يكون الارهاب عمليا والفكر التكفيري هو الزراع زراع مما كان خليجي غربي لما كيسب سياسي مقابل حزب الله في لبنان نحكي في لبنان الصفحة اللي فتحت هي ان لا يكون هناك ثمة اعتدال الزهاب نحو الاعتدال تحت عنوان مكافحة الارهاب الذي اصبح هما عالميا كتير واضح الموضوع نحن اذا نرجع لفترة الشيخ احمد الاسير كان في فترة دهبية للشيخ احمد الاسير عندما كان هناك ثمة تفكر يكون بانو نستطيع الوقوف بوجه حزب الله بعمثال احمد الاسير وغير احمد الاسير اما وقت تغير هذا الجو او هذا المناخ الاقليمي او هذه الكراءة الغربي لواقع المنطقة او التمدد اذا بنناعتبر الارهاب اللي يبلاش يضرب كل العالم وضرب اوروبا وهو ايل اذا بنناعتبر اكتر فاكتر لتمدد اكيد طبيعة الحال انه احمد الاسير وامثال احمد الاسير لن يكون لديهم مساحة على مستوى البلد واكتر من ذلك واهم من ذلك انه كل الدعمين لسياسة احمد الاسير ولا امثال احمد الاسير بطبيعة الحال شالوا الغطى عن هيك شخصيات او حالات شازة على المستوى السياسي وعلى المستوى الامني وبطبيعة الحال امر في غاية السهولة انشال الغطى لان فتنا بمرحلة جديدة ومن هي الجهة الاقليمية او المحلية ربما كانت عم تغطي الاسير يعني ما انه خافي على احد انه حالة احمد الاسير هي تكمنة للحالة السورية للحالة الرؤية اذا بنا نعتبر للطرف الاخر الخليجي بالتحديد كيف يرى مستقبل سوريا وبطبيعة الحال اذا بنا نحكي جيوسيا كما بيقولوا بطبيعة الحال انه يكون هناك ثمتا يعني جو اجواء يعني تناصر او تلاقي اذا بنا نعتبر هذه الحالة اللي تشبع احمد الاسير في سوريا وجود احمد الاسير بهايدي المرحلة اللي ثلاثة فشل السنسين اذا بنا نعتبر واللي كان هناك ثمتا حالة معينة بقلب سوريا لقلب النظام في سوريا بادوات تشبع احمد الاسير بقلب سوريا هلأ اليوم نحنا الحالة اللي نحن نشوفها اليوم هي حالة ما بعد سقوط النظام في سوريا او ما بعد فشل سقوط النظام في سوريا استتدعي هذه الحالة بالمنطق السياسي يعني وكاننا عم نقول انه اجي الترجمة اعتقال الاسير له علاقة هلأد له علاقة عضوية بما يجري في سوريا ام هو شخصية هامشية اريد من خلالها استخدام الساحة اللبنانية لاغراض متنوعة نحن نقول شغلة انه الموضوع من بعد احداث عبره صار فيه فرار لا احمد الاسير بهيدي الفترة اكيد نرفع الغطاء عن احمد الاسير بس ولكن يمكن الظروف ما كانت عم تسمح للاجهزة الامنية انه تمسك احمد الاسير وهلأ انه بالنهاية المطاف المسك ظروف لوجستية او سياسية يمكن يكون ظروف لوجستية ما مقدر نحدد بهذا الموضوع بس ولكن ككراءة سياسية نحن نشوف لا فيه تكويعة للطرف الاخر في هذا البلد فيه طرف اخر هو طيار المستقبل يكون ظروف طيار المستقبل كان عنده رؤية للواقع الداخلي تحت عنوان معين اللي هو اذا ما نعتبر الديمقراطية في سوريا وفئة الداخل اللبناني محاربة حزب الله ونصرة اهل السنة كما يقولون والصلاحيات الى ما هنالك من امور هلأ بالطبيعة الحال كان هنا كان فيه طرف اخر اللي نحجز من هذا الطرف الاخر عم نقول لا الصراع منه صراع مذهبي برأينا هو صراع سياسي بين فكرين نحن منعتبر انه بمكان ما عم فيه اوراق عم تنخلط يمكن نتيجة الواقع الاقليمي المستجد الاتفاق النووي الامريكي الكراءة الامريكية لواقع الارهاب لواقع مكافحة الارهاب يمكن الغرب بمكان ما كان بده يغير النظام في سوريا غير استاتيكو بالمنطقة بس ولكن ليس بادوات امثال احمد الاسير او امثال الجولاني او الى ما هنالك من امور بس ولكن الطرف اللي تبنى الطرف الاقليمي اللي تبنى اسقاط النظام في سوريا وتغيير هذه المعادلات طب عم نحكي عم نربط يعني وجود الاسير بامكانية اسقاط النظام عم نحكي عن طرف كوة عن عنوان الارهاب اذا جايز التال كمان بالطرف الاخر في ارهاب على الاقل ما يوصف بالشارع ما عم بحكي انه حضرتك قلت انه ظاهرة الاسير او ظاهرة التشدد في شارع السني خلينا نقول له انت هك يعني هذا هو التلمية يعني جاء في مقابل حزب الله لكن في مطرح اخر ايضا بالفريق الاخر على عيد الذي فجر المسجدين في طرابلس وله اليوم حتى اليوم غطاء سياسي امنة وسياسي نحن ما فينا نقول انه احمد الاسير يشبه على العيد يعني هيدا اوص على الجيش اللبناني وهيدا نفذ انفجار بترابلوس راح ضحياته خليني لك انا اول شي بالناحية علي عيد ما بقدر شبه لأحمد الاسير انا علي عيد هو نايب سابق ببرلمون لبناني وحالي سياسي وحزب علماني موجود على الارض لبناني اثنين بموضوع التفجير اللي هو اكيد امر مستنكر اللي هو بنهاية المطاف يعني اهلنا مشانو عم نجيين جامل نحن اللي انصابوا بترابس ولكن ليس هناك من شيء يثبت بانه تورروا ما في محاكمة خلي تفضل للمحاكمة لماذا هر من الفريق الذي يدعمه نحن عملك شغلي صغيري موضوع المحاكمة بالنهاية هيدا موضوع ما فينا نجي نعتبر انه اذا واحد فر من هيدا محاكمة اللي فيها وزير عدل اشرف ريفي نجي نعتبر انه وكأنه انه هيدا الزلم يفر من واجه العدالي ليس هناك منضمانات تعطى فعلا لتطبيق القانون بهيدا النقطة فبقى انا ما بقدر اجزم شخص اشرف ريفي رايح الزلم بقضية ارهابية رايح المحكمة العسكرية هذه المحكمة التي برأت نوعا ما مشيل اسميحة في عهد اشرف ريفي وزيرا للعادل شو باك قبل المحكمة العسكرية في زهاب الى فرع المعلومات وللتحقيق قبل ما نروع على المحكمة العسكرية خنا نكون ضائعين بهيدا النقطة محكمة العسكرية هي بتكون بنهاية المطاف بعد ما بيقولوا مثل اللي درد درب واللي هرب هرب فبقى انا اللي بدي يقولوا بهيدا الاطار انتي عم بتقول انه في اطراف انه متشبه احمد الاسير بيجونأ السياسي انا بقدر اقولك انه نحنا ما عنا هيدا الموضوع ما عنا نحنا عزيز مضطرفة يعني على عيد ما ذا ما لا يتمتع بحماية من فريق 8 ادار سياسيا وامنيا وعسكريا جوبني على عيد هو الطرف سياسي اكيد ينتمي الى 8 ادار هو مكان ما عنده كراءته كيف بقدر ممكن يتعاطى مع امر ملاحقته هدا امر يعود لاله بس ولكن زهرت احمد الاسير بقدر ايه مين هربه انا شغلتني اعرف انه اجا انت عم تبرر له انت عم تبرر له انت عم تبرر له نحنا ما من قد من المحكمة لان فيه اشرف ريف على رأس وزارة العادل انا عم تبرر له انا اخر شي بعمل كراءته السياسية بقدر انا بحلل انه هدا الموضوع لو كان في ضمانات سياسية كان علي عيد بيروح لانه تعال لك شغل صغيري لا انت ولا انا ضنينين على علاقة علي عيد بترابوس وبنيه هو نيب عن ترابلوس يعني انا ما بقدر اتخيل انه علي عم بفزر مجدين بترابلوس انا بقدر بفهم انه فيها تفتني عالطول بتصير وبتضرب تتضرب اذا بنتقلق حالة مذهبية وتتقدر اخر شي تبني عليها سياستها انا اليوم بقدر اقارب السياسي هيك هلا اشي عملية هدا منو شأني انا انا عم بعمل لك كراءة سياسية ما تفوتني على الامور لا ما هي هيدي هيدي هي القراءة السياسية القراءة السياسية هي التالية القراءة السياسية انه هناك ثمتها حرب مذهبية في هذا البلد هالحرب مذهبية بكل منطقة اصطناعة اصطناعة ايه حرب مذهبية بالبلد ايه لا اصطناعة هذه الفتنة المذهبية تم اصطناعة من اجل اهداف الى بعضة الاكليمية والى بعضة المحلة اليوم نحنا في الفريق الآخر سلم أحد عناصر هذه الفتنة على الفريق الآخر ما أنت عم تقول رفع الخطأ لحظة مش سلم هل يسمح لقوة أمنية إن كان قوة أمن أو أمن عام أو جيش لبناني يروحوا يعتقلوا المتورطين بتفجير المسجدين في تاربوس واجبتهم ما هربتهم يا رجل لا ما فيك تجي ألات تفرض ليها أنه أنتوا عم تقول لي هربتهم لا نحنا ما هربنا هون نحنا بالنهاية هذا موضوع يتعلق بين مواطن لبناني وبين القضاء أنا عم بعتيك قراءة سياسية أنا بشتغل السياسي بيعتيك قراءة سياسية يعني منه محمي أمنية ولا سياسية إذا أنت عندك معلومات أنه سوف تهربون روح أعطيهم للقضاء القضاء عارف وقوة الأمن عارف إذا أنت عندك معلومات أعطيهم يا هون وعلى هالأساس بيحكموا ومن هربون بس ولكن أنا عم بعمل قراءة سياسية للموضوع وعم بقل لك أنه العالم كله كل البلد تورطت بمشكل معلوم فيه لأسباب أن هناك ثمة فريق سياسي تورط بالحرب بسوريا وتورط بإسقاط النظام في سوريا وأدخل طائفي بإمه وأبوه بهذا الموضوع وأي طرف كان عم بيحاول يقول لهيد الطائفي أنه نحنا منا مستعدين نخرط بحرب الآخرين إذا بنا نعتبر وفعل إسقاط النظام في سوريا وبطبيعة الحال علينا أن لا نذهب إلى هذا الأمر كان فيه فريق عم بيعتبر أنه لا هناك ثمة ديمقراطية جب أن تكون في سوريا إلى ما هناك نحنا كنا عم نقول لا هيدا أبعد من هذا الموضوع نحنا عم نشوفها حرب غربية وإسرائيلية بالتحديد لا إسقاط النظام في سوريا وتغيير معادلات العلاقة بموضوع المكاومة هيدا كان كراءتنا السياسية هلأ فريقنا السياسي استوعب هذه الصدمة تعطى معها بمنطق بمنطق استيعابة اعتبر أنه لا يجوز أن يفرط بلبنان من أجل أجندات معينة أكيد هذا الموضوع خلق تشنجات هذه التشنجات من إثارة تفجير المسجد وكثير من الأمور اللي حصلت اللي هي مستنكرة وبطبيعة الحياة نحنا اللي منعتبر هلأ أنه نحوصلنا لمرحلة فيها نوع من ثمة نوع من الندوج نوع من الوعي الوطني ندوج عند مين نوع من الندوج يعني فيش أنت عم تتابع مواقع التواصل وعم تشوف الرأي العام لحديث هلأ ما في ندوج بما معنى لا شك القوى الأمنية والأمن العام بالتحديد حقق إنجازا كبيرا جدا في اعتقال الأسير لكن أصر خوين عندما ينظر اللبناني إلى عدم توازن في اعتقال المطلوبين في ناس معتقلين عفوا في ناس مطلوبين إلى العدالة ما زالوا مش فرين لهم غطاء سياسي محميين هذا هو الأصر ما نحكي كثير بالندوج ليش بدنا نجي نعتبر هون تكتعطيني شوية وقت نحنا ليش منعتبر أنه أحمد الأسير ما هو كاد المريب أن يكون خزوني مش هيك يعني اليوم ليش نحنا منعتبر أنه الأسير إذا كان تم القاء القبض عليه وكأنه في جهة سياسية بالبلد خسرت ورقة سياسية معين هذا شو مش مظبوط لأنه آخر شيء أحمد الأسير هو مشكلة مش مظبوط مش هدا هي اللي بيعنيه أنا هو بلا لا لا أنا مش هدا اللي بيعنيه في ناس بتعتبر أنه مظبوط القوى الأمنية قادرة على اعتقال الجميع ما كنت في فرضية أنه ميشيل سمحها بجونة سياسية ما تم اعتقال وعم بيتحكم مش ما بيشوفها طب ما طلع عنون عفو بحق رئيس حزب القوات اللبنانية اللي هو ضد فرينا السياسية طب ليش نحنا ما منعتبر أنه ما صار في عفو عن الإسلاميين عن اللي صاروا بأحداثة ضمنية فبقى نحنا فريقنا السياسي استسفدي ما اعتبر أنه في هناك الست وست مكرر بهايدي العملية مش بالمنطق الطائفي لا نحنا منعتبر أنه أنه اليوم كل مخالف أو كل مجرم أو كل خارج عن القانون يجب إلقاء القبض عليه سواء ينتمي إلى فريق ثمانية أو أربطعش ولكن إذا كان هناك سمة تنتبه لها النقطة بنوضح معك ملفات مسيسة إذا صح التعبير لا استهداف حالي سياسية معينة وهي مفبركة مثل موضوع المحكمة الدولية والأسماء التي طرحت فبقى نحنا أكيد بطبيعة الحال نعتبر هذا استهداف سياسي للمقاومة وبطبيعة الحال نعتبر أنه يجب كل لبناني أن يحمي هؤلاء الشرفاء المكومين اللي عم بيقاموا لأنه هول ما قتلوا رفيق الحريري لأنه هول بيعرفوا تماما أنه رفيق الحريري هو حليف للسيد حسن مصر الله وهو ابن هذا الخط الوطني ونحنا مقتنعين بهذه الفرادية وأنا عم بقول لك ياه على دهو فبقى بس ولكن إذا كان هناك بفريقة من يقدر منحرفين وخارجين عن القانون ويسعون إلى الفتنة فستين سنة بيقول لك عليهم باللبناني ويجوا يغضوهم وما حدا بيقدر يحميهم بس ولكن بيقدر لك كل ملف له بعد سياسي هذا أمر خطأ من سيس الأمور اللي تصرف فيه الشخص الحريري بمبارحة بموضوع الشيخ أحمد الأسير طوقف أحمد الأسير كان بمنتهى بمنتهى الموضوعية وتعطى معه بمنتهى الحكم أمور بدهية أنتم اليوم بطيار المستقبل كيف ما ردع ما ردع ما رعفظ ما تغزني لكن شو هالخطأ الفادع عظيم بموضوع التعينات العسكرية شو كان موقفكم لكن إحنا بصراحة إن إحنا ميالين كنا للتعينات وأني تم تعيين عميد شامروكوز بالتحديد بس ولكن إحنا براجماتيتنا بتقول يمكن أن البراجماتية صارت تهمي بهالأيام بتقول أنه لن يكون هناك توافق سياسي لأسباب تتعلق بفريق سياسي لا يريد أن يكون العميد شامروكوز قائد للجيش وبطبيعة الحال نحنا منقول بهذه اللحظة وأنه هذا خطأ التمديد ولكن لن نترك المؤسسة العسكرية دون رأس وبطبيعة الحال نحنا نؤيد هذا التمديد بس ولكن أن نذهب إلى جلسة بكر ويكون فيها تعينات أمنية فنحن نصوت للعميد شامروكوز حتى لو التيار وطني الحر لا يصوت للعميد شامروكوز لأنه نحنا ما نشوف أنه هذا الرجل صالح لأن يكون قائداً للجيش ورجل عنده عنده سمعة وطنية مهمة وعنده سمعة داخل الجيش وإنسان مهم بهذه المرحلة رغم أنه نحنا كمانا بهذا الإطار ولن نتعاطى أنه تمديد للكائد الجيش العماد جون أهواجي وكأنه قبلناه لأنه تم يكون في فراغ بالإضافة إلى أنه هذا الرجل لم يخطئ نحنا بيشوف بموضوع كيادة الجيش وبالطبيعة مع كل اللبنانيين وكان على مسافي من جميع اللبنانيين وبطبيعة الحال تمديد للعماد أهواجي أكيد نحنا ما بيزعجنا أبداً بس ولكن بمنطق المؤسساتي بمنطق التداول السلطة نحنا مع أكيد تعيين عبكرة بمجلس الوزراء إذا طرح موضوع التعيين فنحن سنصوت للعميد شامل أهواجي ولكن الخط الأحمر بالنسبة لأنه هو أن تستنفد إذا بنعتبر مهلت أو ذهاب قائد الجيش إلى سن التقاعد العماد جون أهواجي وأن تبكى المؤسسة العسكرية اللي هي مؤسسة الأم اللي هي اليوم هي المدماك الأساسي في هذا الوطن وبناء وبقاء إذا بنعتبر هلأ بهذه المرحلة أنه نترك بينه الرأس هذا أمر في غاية الخضورة وهذا بالنسبة لأنه بخط أحمر طيب أستاذ سليمين لماذا ما كنتوا حد العماد ميشيل عون في معركته الأخيرة دفاعا عن حقوق المسيحيين وقالية عمل مجلس الوزراء ونزول التيار الوطني وحيدا إلى الشارع بأول مرة وثاني مرة نحن مع العماد ميشيل عون عظيم باستراتيجيا مع العماد ميشيل عون طلباته محقه لأكثر درجة لأكثر درجة أنا وياك وكل الأطراف المسيحية الموجودة على الساحة الداخلية سواء الكتاب اللبناني أو الكواد اللبنانيين لا تستطيع أن تقول بأنه العماد ميشيل عون بمطاليبه وماوحق فيه منطقيا ماوحق فيه نحن بسواء لكن بقدر أقول سواء بموضوع قيادة الجيف مثل ما قلت لك هلأ بالمواضيع الأخرى حقول المسيحية قلت لك كل المسيحية مع ترجمة هذا الموضوع بسواء لكن نحن الخلاف كان هو بموضوع ترجمة عمليات الاحتجاج يعني نحن أكيد نحن أصلا ما نعرض الموضوع لنا كفكرة نزلي إلى الشارع بسواء لكن حتى لو نعرض الموضوع لنا يمكن بمكانة مماكنة نعتبر أنه نزلي إلى الشارع ليس بأوينها هلأ وبطبيعة الحال نحن منعتبر أنه فيه أوراق سياسية مهمة قدرين نلعبها نحن كمسيحيين وتستطيع أن تعطينا الإيجابية المطلوبة في هذا الملف يعني أنا شو هي الأوراق ها أقول لك يعني أنا اليوم إذا بنعمل كراءة سياسية لموقفين في غاية الأهمية لسا يتحصل نصر الله بالأيون الأخيرة نحن نشوفها تصب بمصلحة المسيحية همار يعني أكيد تصب في مصلحة سامير جاجع وأمين جميل وسليمين الفرنجي وكل والشيخ بطرسح وكل المسيحيين يعني حتى لو ما كانوا حلفاء مع السيد حسن نصر الله لأنه ما نهل لين أنه استراتيجية عمل المكاومة في لبنان وحزب الله في التحديد مبنية على فكرة الإنصيه الروطني وعلى إذا على وجود المسيحي بالتحديد لأنه يمكن كان فيه تجارب سياسية اعتبروا هن أنه هزه التعدد هزه التعددية داخل المكون اللبناني كتير مهم بالنسبة للمكاومة النقطة الأساسيتان اللي يتفضل فيهن السيد حسن وهن بمكان أمام يعني هن عينة اللي هن علاقة برئيسة الجمهورية هن بس ولكن بيدلوا أنه نحن ضمن العملية السياسية قادرين ناخد مكاسب النقطة الأولى اللي يتفضل فيها السيد حسن موضوع عدم إسقاط الحكومة والتحزير من عدم من إسقاط الحكومة لأنه بالكراع السياسي إنه إسقاط الحكومة سيس فادي شو معنيتها؟ إسقاط الحكومة اليوم من يرغب في إسقاط الحكومة اليوم هو وضع اللبنانيين أمام أمر واكع اللي هو أنه أن نذهب إلى انتخاب رئيس جمهورية شاء كائنا من كان ولا نراعي الرغب المسيحي بأن يكون هناك سمة رئيس كوي فبقى منفض على اللبناني إنه اليوم ما بقى فينا شكل حكومي إلا ما يكون في رئيس جمهورية يكلف شخصية تستوريا وبطبيعة الحال نحط اللبنانيين والمسيحيين بالتحديد وزوا عماء الموارد قدام أمر واكع إنه يا جماعة نحن ما بقى فينا طلعونا من شعار الرئيس القوي خلنا نروح بقى نسمي رئيس تمشي البلد لأنه لهموم الناس عمد تفقين يعني الفريق الآخر ما كان عبيطال بإسقاط الحكومة دائما العماد مشي العون كان كان يهدد بندوق ما يقول نحن نريد إسقاط الحكومة النقطة التانية النقطة التانية اللي هي الأساسية لأنه من برحة سيد حسن كمان اعتبر أنه العماد مشي العون هو ممر الزامي بموضوع رئيس الجمهورية علاءة الكول بأنه العماد مشي العون ممر الزامي برئيس الجمهورية هو بكراءتنا أكيد يعني العماد مشي العون كشخص بس ولكن كمان هذا الموضوع أستطيع أن أجتهد أجتهد فيه لأقصى درجات وأقول بأنه ممر الزامي هي الشخصية كوية يعني العنوان اللي ترحه gotten اللي ترحته المذكرة الموقعة مع سمير جاجع مذكرة اعلان النوية اللي نحن مأمني فيه كتيور مرضة بالتنصيق مع التيور الوطني الحر اللي مأمن فيه شيخ سامي جميل او الرئيس امين جميل اللي هو الرئيس القول يعني بمكان ما لا رئيس جمهورية قبل المرور بالرابية لا مكان لا مكان لا رئيس جمهورية قبل المرور بمعراب وبمكفية وبناشع بهذا الموضوع يعني وكأنني بالسيد حسن يقول هذا الامر يعني اليوم نحن هاي دي عناوين اساسي لأن حليف اساسي لعمال مشالعون ويعتبر انه الفريق الاخر يحاول ابعاده او اسقاطه او اتصاقه بس ما فينا ننكر انه اذا عمال مشالعون وصل للرئيسة الجمهورية بنيادة هيدا مرجعية مسيحية قوية وبالتالي حزب الله يدعم هذا الشخص اللي هو مرجعي يعني مؤمن بفكرة الرئيس القوية هلأ اليوم نحن اللي عم نقوله انه نحن كمسيحيين قادرين ما كسبنا السياسة مكاسبنا السياسية عبر الخطاب السياسي والعلاقات السياسية كيف؟ يمكن يمكن اليوم الدكتور جعجع بعلاقاته الاكليمية بعلاقاته المحلية مع الكوى الموجودة يمكن يقدر يحقق مكاسب مسيحية بدون الشارع بدون الذهب الى الشارع عم بقوله يعني نحن اذا قدرنا نستقن نستقن كوانا السياسية طاقاتنا السياسية علاقاتنا السياسية نحن كمسيحيين ككوى مسيحية السياسية نحن قادرين نوصل بصفقني قدرين نوصل لأهدافنا السياسي بكل بساطة عظيم بتكون تنسلوا لكن على أي قاعدة تتوصلوا لشو لانتخاب الرئيس القوي لكن من الجميع متفقون على الرئيس القوي على الأقل الأقطاب المسيحي متفقون على رئيس قوي لرئيس الجمهوري عظيم لكن من هي الشخصية هون الخلاف هل تتفقون على الشخصية القوية التي لزروف تريدون أن تتبوأ هذه السدة يمكن معك حق بنقطة أنه اليوم نحن بتطفقين على المعيار أنه يكون رئيس قوي شعبيا وعنده حد أدنى من التمثيل المسيحي ويعكس الوجدان المسيحي بس ولكن اسمها هزة الشخصية لا يزال ملتبسا نحن فينا نقول أنه نحن الظروف السياسية التي تشبه الظروف السياسية الحالية التي تشبه واحد من هؤلاء الأربعة على الباكين أن يدعموه يعني بمعنى اليوم في ظرف سياسي موجود بالبلد مين من الشخصيات الأربعة يشبههم هذا الظرف السياسي أو يتأقلم مع هذا الظرف السياسي بطبيعة الحال على الأطراف الآخرين أن يدعموه لأنه بمكان ما سيأت ظرف سياسي آخر شو ماهيت الظرف السياسي اليوم؟ ماهيته؟ لأن قلتلي يشبه الظرف السياسي عن أي ظرف سياسي اليوم؟ الظرف السياسي الراهن الراهن يتطلب أي رئيس مين الرئيس بالاسم الذي يعني آآ يتأقلم مع هذا الظرف السياسي؟ فول واضح معك فلش هنحطك فوق فيها اليوم في عنوين أساسية اليوم موجودة بدا تكون بتوفرة بهيدي الشخصية برجع بقل لك من بين الأربعة طبين زي ما رحنا على الأربعة كرسي طيب حقلك فيها عملية أحوات طويلة عريضة مش حتى هيا يحملها وبالنهاية مش لأنه شأنها ما بين هول الأربعة كفيلة عظيم كفيلة يعني هيا ما فينا نهرب مننا يعني عظيم عنا ثلاث عنوين أساسية هن العنوان الأول والأساسي مكافحة الأرهاب عظيم على مكافحة الأرهاب عنده تشعع بيته تشعع بيته هي والأربعة منتفقين عليه لا عندهم منتفقين عليه بس تشوف بينسجن مع شخصيته أو مع تركيبته أو مع علاقته يعني بمعنى على سبيل المثال مكافحة الأرهاب ما فيك تعمل مكافحة الأرهاب أنت مثلا بدون ما تنصق مع الجيش السوري إذا حدا من الشخصيات بيعتبر عدم التنصيق مع الجيش السوري أو وجوب عدم التنصيق مع الجيش السوري بيكون مخطئ بعملية مكافحة الأرهاب مثلا عم تلاتك لأنه هيدا الموضوع له تشعباته النقطة التانية هي موضوع أكيد المسيحي بشكل عام إرضاء الوجدان المسيحي وأنه المسيحيين أصبحوا شركاء حقيقيين في السلطة والعنوان التالت الذي يعكس التبدل بالحالة الإكليمية يعني اليوم أنت عندك واقع إكليمي شأنها بمينا مستجد موجود على السحة الإكليمية هذه العلاقات الإكليمية للمستجدة بطبيعة الحالة يجب أن نتعكس على السلحة الداخلية بما كان أما طيب نحن اليوم هاي المعايير بطبيعة الحالة بدنا ناخدها بعين الاعتبار تنوصل لرأي جمهورية أما إذا بنا نجي نحن نعتبر أنه نحن منروح لرأيس لشخصية أنه لا طعم ولا لون ولا نكهة وأنه في فكرة قديمة عم بتراود هوي موجودة يعني كثير من الزهنية السياسية التقليدية بالمفهوم من بعض من بعض الطائف إذا نعتبر أنه يجب أن يكون دائما رئيس الجمهورية ضعيفة في فكرة موجودة مثل ما أنت عندك فكرة أنك تقوم الصبح تغسر وجدك فرش سنينة كنتمشي في فكرة موجودة بالخلفية يعني بالأذياري بانسية طبعهم كثير من الشخصيات السياسية ومن الكوادرسي أو من الأحزاب السياسية أنه رأي جمهورية بدي يكون على هذا الشكل يعني هدا الشي بدنا نفهم أنه تغير أول شي تغير على المستوى السياسي كعلاقات سياسية وتناني تغير على مستوى الروحية المسيحية الزيتية يعني اليوم أنا حبيدي حكيك عن خصمي قبل ما أحكيك عن حالي أنا بحكيك عن سامير جاجعلي وخصمي السياسي هو ما بقى يرضى هو ما بقى يرضى لأنه هو إذا بتشوف بعلاقاته السياسية اليوم مع المستقبل عم تشوفه قاعد مع ملك السعودية دغربوا بشارة. ما بيرضى يمرأة عبر حدا. اهى الملك دغري. تغيرت الزهنية. تغيرت. اليوم نشوف العماد بالشنعون. انسان حر. متحرر. انسان بينزل عالطريق بيتظاهر. بعاكس كل التوجهات. في حالة مسيحية رفضية حاليا عايشينا. شوف سامي جميل. هو سامي فرنجيل. يعني هاي دي حالة موجودة اليوم عند المسيحيين. اليوم نقف بوجهة اليوم اثنان تلاتة اربعة بس. ولكن منا قادرين بقى نقف بوجه. الحل هو الشراكة الحقيقية. الزهاب الى الشراكة. خلنا نروح نتشارك بالقرار السياسية ديمقراطيا. بنرجع بقى لك. فكرة الزهاب. عم شو عم نحكي عن شراكة ديمقراطيا. اكيد شراكة ديمقراطية. بس ولكن انا كم ارادة بجيب لك. بقدر زيد نقطة. كيف شراكة ديمقراطية. بقدر زيد نقطة. لو بدنا لو تؤمنوا بالشراكة الديمقراطية كنسر عندنا رئيس جمهورية. قوي على الاقل. مزوط. عم نحكي ديمقراطية. الديمقراطية اللبنينية الى خصوصيتها. حل لك الديمقراطية. الديمقراطية ديمقراطية يا ما شو بك. ولو انت انت خبير قانوني. لا ديمقراطية اللبنينية. الديمقراطية. كل بلد له خصوصيته. وكل بلد له واقعه. وكل بلد له طبيعته. وقاله ترابه وقاله هوي. عزيم. طبع انا مش عم باللك شعب. شو بياخد من الديمقراطية البديه. مش ببياخد ديمقراطية. انه انا اليوم ما بقدر انا أهلا بكم من جديد لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم ودائما ضيفي المحامي إسلامان فرنجي المسؤول الإعلامي في طيار المردة بساطة لا طيب عم نحكي عن الاستحقاق الرئيسي والممر الإلزامي لكن هيدا الكلام في قبله لن نرضى إذا بدكن أو كلام للسيد حسن نصر إذا بدكن مرشح نحن المرشح بيبلش اسمه بمشيل عون اليوم كان مرشح وحيد اسمه مشيل عون بالنسبة للسيد حسن نصر اليوم العماد مشيل عون بات ممرا إلزاميا أي أن يوافق العماد مشيل عون على الطرح الآخر عم نحكي عن مواصفات ثلاثة إلى علاقة بمكافحة الإرهاب بالطراضي والانفتاح إلى الخارج ما اختلفنا نشير له أنه أنتم كفريق 8 قدار تريدونا رئيسا للجمهورية نيح اليوم العماد مشيل عون صار ممرا إلزاميا وليس المرشح الوحيد الأساسي شو يعني هذا الكلام؟ شو صار في اجتهاد على هيدا هيدا الاجتهاد لا عم نحكيت عن اجتهادك هلا الاجتهاد الآخر فسر لي ايه لا في اجتهاد عم بيقول هيدا الكلام اوكي اجتهاد منطقي لا متل ما اجتهادكم كان منطقيا في الاجتهاد الآخر منطقي ربما يكون أنه في حل حلي على صعيد الاستحقاق الرئيسي رئيسي ديك خليني قللك الفكرة ديك السيد حسن مين المرشح الآخر؟ حقلك شغل صغير أنه اليوم السيد حسن بتعطيه معروف على أنه إنسان يمكن إحنا بدنا نجي نسوق أو نجي نسوق إنسان وفي بعلاقاته السياسية وبطبيعة الحل مع العماد مشيل عون هو دعم العماد مشيل عون دعم العماد مشيل عون عندي عشرين ديابة عندي كثير أسئلة برافو عليك اللي بدي ألك يا بهذا الإطار بس أنه اليوم إذا بتعتبر أنه إذا الكلام أنه ممر إلزامي وكأنه هو عودة عن ترشيحه أنا معطيات اللي عنا إياها أنه هذا الأمر مش مظبوط على الإطلاق الموضوع الخيار ما تروح عند العماد مشيل عون أن يكون عماد مشيل عون هو الرئيس بقدر يقول أنا مرشح للرئيس الجمهورية أن يكون فاتي شهوان مرشح للرئاسة هذا أمر يناقش يعني اليوم بهذا المعنى أنه الموضوع العماد مشيل عون أن يكون ممرا إلزاميا للرئيس الجمهورية هذا لا ينفي أن يكون طيار وطني أو حزب الله قد رجع عن دعمه للعماد مشيل عون يعني إذا كان اليوم العماد مشيل عون بيقول أنا مرشح أكيد حزب الله بكفي مرشح معه وإذا هو مش مرشح كمان بدوا يأخذ رأي العماد مشيل عون بهذا الموضوع يعني هذا أنه لا يمكن أن يكون هناك رئيس جمهورية بدون أخذ رأي العماد مشيل عون وهذا لا ينفي أن يكون عماد مشيل عون لا يزال مرشح أنتم كقوى أول شيء مسيحية نعم قطب مسيحي قطب أيضا بثمانة أداب أدا بعد فيكن تنترو لانتخاب رئيس جمهورية قوي يعني في عنا أربعة يعني في عنا مجموعة مرشحين أقوية نعم بالمنظار طبعو لكم لكن اليوم أنتم طرحين شخص واحد السيد حصل نصر الله قال ممر إلزامي يعني جنرال أمور معروف نقيلنا من هذه الأسماء مرشح أو أنت أو غيرك مزبوط يعني كنت الأساسي والوحيد صرت أنت وغيرك مزبوط لا لكن أي متى مثلا سليماني فرنجية النائب سليماني فرنجية والوزير السابق بيقول أنه أنا اليوم أصبحت مرشحا للجمهورية لأن الوضع السياسي بالبلد ووضع المسيحيين لم يعود يحتمل وأنا أمره على أبعاب ده من الرابية كثير مني نحن أنها من زمان أنه نحن السليماني فرنجية مرشح طبيعي للرئيس الجمهورية عظيم طبيعي ولكن السليماني فرنجية ضمن علاقاته السياسية ضمن تحالفاته السياسية دعم للعماد ميشيل عون ونحن منعتبر أنه نحن عندما العماد ميشيل عون يعتبر أنه حزوزه غير متوفرة بطبيعة الحال السليماني فرنجية بيدرس وضعه وعلى ضوءة يعلون ترجيحه لرئيس الجمهورية بس ولكن حاليا نحن لا نزال دعمين للعماد ميشيل عون في رئيس الجمهورية هيدا هو السؤال هيدا هو السؤال ما بردون اليوم صلنا أربعمائة يوم بدون رئيس الجمهورية الوضع يعني ما عدد يحتمل ألا ما نرجع نروح على التفعيل اليوم للعماد ميشيل عون ربما مش عم ننظر عليها إن كان مسيحية أو إسلامية هيدا ربما هيدا وضع لبناني خطير يعني متوقف أي متى سيعلن موقفا لكن نحنا ما منعتبر أنه هيدا الموضوع يعني عبكرا منقدر نجيب شخص متل ميشيل استهمان وبنرجع للأزمة زيتا نحنا منقوله بهيدا الإطار أنه نحنا ما منعتبر أنه هيدا الفراغ أكيد الفراغ سيء بس ولكن في شيء أسوأ من الفراغ أن نعود إلى القاعدة القديمة في حالة أستاذ فادي أنا دويت لك على نقطة في حالة وعي عند المسيحيين موجودة وهي دي حالة الوعي ما أنا عم تترجم ل حقيقة يعني مش عم تترجم ل يعني تتبين بس ولكن هي موجودة وبعض بدها سقل يعني أنت اليوم وقت المسيحيين بيروحوا بالقانون الأرثودوكسي على مجلس النواب كلهم المسيحيين روحوا هلأ أوكي شو بدي بالخواتم تبعه وشو سبب بس ولكن عندما يذهبونا مجبرون يزدنا نعتبر على هذا الموضوع أو ضمن رؤية موحدة بهذا الموضوع إذن هناك حالة وعي مسيحيين موجودة ليش عم نتخبوين بخلف أصبعنا في الأقطاب الأربعة اتفقوا برعاية البطريارك الراعي يجب أن ينتخب واحد مننا في ناس من هذه الأربعة عليهم فيتو من الفريق الآخر في ناس ربما ما عليهم فيتو مظبوط البلان بي بوين بدأت تبلش أي متى الوضع بيوصل على حد وصفتنا على حد مصدود في نقطتين عند بنقطتين النقطة الأولى هي أن الطرف الآخر يمكن ما يكون بمستقبل بغي مستقبل وغير مستقبل يؤمن بأنه لا فعلا حين الوقت أن ينتخب المسيحيين الرئيس أو يعكسوا تمثيله المسيحيين هذه نقطة والنقطة الثانية عندما يرى العميد مش العون انسحبه من المعركة هو كمانا بمكان ما ينسحب من المعركة تتغير الأمور يعني عندك هاي النقطتين في النقطة الأولى برجع بأولى عظيم اللي هي أنه الطرف الآخر بعد مش مقتنع بأنه أن يكون هناك رئيس جمهوري من بين الأربع حتى سامير جعجع والنقطة الثانية أن يغير العميد مش العون موقفه بهذا الموضوع على ضوءة تغيير موقف العميد مش العون يصبح هناك سمتغير خذها بها البساطة فيه مرشحين اليوم يعني المتقدمين دكتور سامير جعجع اللي علاه فيتو من قبل حزب الله والعماد مش العون علاه فيتو من طيار المستقبل العلما أنه فيه بقوة 8 أدار ناس تدعم شخصية ليست قوية شخصية توافقية معتدلة طيب في الخطة رقم ب أي متى بتبلش الخطة رقم ب يعني المرشحين الآخرين الأقوية طي تقدموا هذه الخطوة أو بعضنا مستحيين أو بعضنا شو ناطرين نحنا مش مستحيين حتى ينهار البلد لا كتير واضحين ما في شيء اسمه تربط انهيار البلد بهذا الموقف هايدي تراكم سنين وصلنا لهون لا بنا نجي نحملها للسامير جعجع ولا للميشيل عون ولا للاسلامين فراجع ولا أمين جميل هايدي تراكمات سياسية ونحنا منعتبر انه فيه تمارجع نعمل اتهمات معينة نحنا منشوف انه فيه اسلوب سياسي معين أوصل لأمور لهيدي النقطة بس ولكن انه نحنا نجي نتقدم ونقول انه زيحيا ميشيل عون وزيحيا سامير جعجع محافظة الألقاب زيحولة غيركن نحنا كتيار مرضى ما عنا إياها لأنه نحنا بتحالفاتنا ملتزمين بترشيح العمير مشيل عون عندما يؤرر راح تكفرنا لأنه أنا حقول لك لاش فدي شو هي الشراكة يا خي عابل قبل ما تكف شو هي الشراكة الديمقراطية فيك تقول للرأي العام شو هي الشراكة الديمقراطية بدي أبرر اللي قلت وانا لأنه في رأي عم 1983 يسمعنا لأني انا مقتنع أنا كاميرا دا انه التيار بس متسميه شراكة ديمقراطية أنا مقتنع ان العمير مش هنعون له الحق في ان يكون رأي جمهوري عظيم أنا مقتنع بها أنا مش دعمه على العمياني ولا دعمه لأنه هو متحل فيه معه ولا لأنه حزب الله بده إيه أنا مقتنع بترشيح العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية هلأ أنا ما فيني إيجي أنا كمان قلت لعماد ميشيل عون وقل له أنت حجر عسرة قدام التقدم الوطني واستحاق الوطني وأنت قدام الفراغ لأنه هو بيعتبر حاله عم بيطالب مطالب محققة أو أنا بيعتبر أنه عم بيطالب بمطالب محققة هلأ أن يكون هناك رئيس جمهورية من بسك من إرادة المسيحية هو يطلب هذا الزلمي هذا الموضوع والزلمي كتير ديمقراطي بهذا الموضوع لأنه وقت بيطلع بآخر حلقة مع مرثال بفتكر بيقول بما عنا تحالفاته مع سليمان فرنجي أنه نحن متفقين أنه نكترع لبعضنا إذا أنت مرشح عندك عزوزك وأنت إذا أنت مرشح عندك عزوزك يعني الزلمي ديمقراطي بيتعاطي كان كتير واضح بيتعاطي وكان كتير ديمقراطي بيتعاطي نحن ما فيني أنا أجي أعتبر أنه هو موجود هو حجر عسرة قدام الإصطحاء الحجر العسرة قدام الإصطحاء هو الفكر اللي بيعتبر أنه رئيس جمهورية يجب أن يكون تسوي أن يكون موظف أنه يكونوا كرامة عقدتول مسيحية بهذا البلد هذا هو الحجر العسرة لكن التصرف مثل ما يشوف الرأي العام المسيحي أيضا هذا التأخير خليني كفي لك تأخير بانتخاب رئيس الجمهورية خلاص اللبناني والمسيحي بطل يقدر يتحمل يعني الدرك الذي وصل إليه اللبناني صار يسعى إلى أي رئيس جمهورية إن كان توفقيا أو وسطيا أو كرامة على قتول بدك يسمي يعني عم ترتكت بو أخطاء أنا ما بحق اللي أعطي موقف أنا بدي أعتيك أنا بدي جوابا على هذه النقطة بدي رد بمثل أنا اليوم وقتا الدكتور جعجع بترسح للرئيس الجمهورية وبيكون هو مرشح للرئيس الجمهورية ومتشبس بترشيحه وهو مرشح 14 أدار و14 أدار عم تدعمه وقتا يقال أنه فريق 14 أدار أو الفريق المسيحي يريد أن يذهب إلى رئيس توافقي مثل ما بده إياه وهذا مضبوط بس أنا وقتا بشوف وقتا بيعد سمير جعجع مع ميش العون وبيطلعوا بخلاصة رئيس كوي في بيئته رئيس كوي بيمضي سمير جعجع على كلمة رئيس كوي في بيئته أكيد منفتع على الجميع إلى ما هنالك شو معناتها؟ معناتها هناك سمت قناعة عند المسيحيين أنا مش معرأة الاستحاق أنت فهمني يا شاريكي يعني أنا بفهم المذكرة التافاهم أو النوية هي موجهة هي إذا بنا نعتبر بالعمق موجهة من حزب الكوات اللبنانية إلى تيار المستقبل الحليف أنه يا حليف أنا هيدا الواقع ما بقدر بظهر من هيدا الواقع يعني اليوم طيب شو عم تخبرني إيش هم نعرفها يا أستاذ سمير آه تم التوقيع على رئيس قوي لكن لا في عنا أكثر من رئيس قوي أو شخصية قوية فهمت شو أصبت؟ طيب بس نحنا عم نتخبر وراء أصبعنا نحن نتخبر وراء أصبعنا أنت اليوم فكرة الرئيس الكوي مين قال أنه عبكرا إذا ترشح سلامي فرجية حيقبل في المستقبل؟ مين قال إذا ترشح شيخ سامي جميل حيقبل في المستقبل؟ أنت ما بدك تجيب إجماع نحن عم نحكي عن أكثرية الأصوات فكرة أنا جوابا يا استسفدي جوابا على سؤال بأي بلد اللي كان بيرجح بـ 51 أو 56 أو 60% من الأصوات أنه شو نحن بدنا إجماع؟ نحن عن نخصوصية يعني إذا بدنا نطرين الإجماع يعني لا تنتظروا رئيسا قوي فين يقول لك كلمة صغيرة؟ نحن اليوم إذا نزلنا على المجلس النيابي اليوم عبكرا نزلنا بالمرشحين الثلاثة اللي هني سامير جا جا وميشيل عنوان هون ريحلو محفز القلقاب مظبوط مين بيعمل رأي جمهورية برأيك؟ برأيك أنا برأي بيعمل هون ريحلو رأي جمهورية أنا ما بقدر فوت هيدا بهيدا المنطق اتنين أنا ما أرجع بقل لك الفكرة هي عند الطرف الآخر أن يؤمن بأنه خي إيه؟ تعو نعننا مسلمة وطنية أصبحت عند الجميع عند الرئيس برري عند الرئيس سعد الحريري عند السيد الحسن نصر الله عند كل عند الرئيس السيد والي جمهورية أنه لا هالمسيحية بدنا يعكسوا تمثيلهم بحضم الشخصيات الأربعة من قطعنا ثلاثة ربعة طريق ساعتها لك حق السيد فادي تسألني عن بلون بي أنه ما مشي حق سامير جعجع أو ميشيل عون شو البلان بي ساعتها من قدر نحكي بس ولكن ما فيني أنا أطرح بلان بي هلأ أنه اليوم بالوقت اللي أنا ما في قناعة عند الطرف الآخر أنه خلنا نروح لشراكة وطنية حقية عبر انتخاب رئيس جمهورية كون أنا بدي أتخيل المنظر بالكاريكاتور يعني لن بالكاريكاتور بالصورة بدي أتخيل المنظر الشخص اللي قاعد بين الرئيس برري والشيخ سعد الحريري بس خليني أعطيك تصوير عظيمة طيب اليوم نحن راحين إلى تسويات مقتنع أنه المنطقة ماشي بتسويات أو لا يا خي منا ماشي بس حسما سنذهب إلى تسوية وهذه التسوية قد تنتج رئيسا مش على الشكل يلي أنتو طالبينه شو بتعملوا ساعة إذن نحن إذا موجودين شو بتعملوا ساعة إذن وصل لك التسوية بتصير وقت نحن نتخلى عن قناعاتنا وخلفانا بيتخلوا عنها الحديث هلأ بقدر أقول لك شغل كتير أساسي أنه السيد حسن نصر الله بيدعمه للعمير مش هلعون حزب الله هذه الكوة الكبيرة هذه الكوة الموجودة على مستلمتها مش حزب الله يا سيد السلام منه الشريك الوحيد في هذا البلد لحسن وصل لك ما أنت عم بتحكي عن إجماع لا أتبه أنا عم بقول لك حتى نحن 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 عم بقول كمسيحيين إذا نحن بقينا عن موقفنا ما في حدا يتخطنا أي تسوية إكليمية في تتخطاه وعم بقول لك أكتر في كوة وطنية كمان زيد على ذلك أنه في كوة موجودة على السحة المحلية عندك قدرة التأثير دعمي هذه الفكرة فبقى أنا بعتبر أي تسوية لا يمكن أن تتخطنا إذا بقينا على نفس الموقف هذا اللي عم بقوله ومين اللي قال إنه نحن إذا بقينا عن موقف نفس الموقف بقدروا يتخطنا بهذه الفكرة لأنه التسوية لا تتعارض مع الحقوق المسيحية لبل أكتر من ذلك إذا بدينا يعمموا الخصوصية اللبنانية على كل الأكتر العربية بطبيعة الحال لا يجب أن يضربوا هذه الخصوصية اللبنانية يعني إذا اليوم بدني يبنوا مجتمع ديمقراطي بسوريا ومجتمع ديمقراطي بالعراق ومجتمع ديمقراطي باليمن وتعددي معيني بهذا الموضوع ما فين يضربوا الخصوصية اللبنانية والصورة اللبنانية عبر ضرب المسيحيين فبقى التسوية برجع بقالك لا تتعارض مع فكرة المسيحي وجود الرئيس المسيحي القوي هذا ما حدا قاله أنا بقالك لا تسوية بده تناحر سني شيعة موجود بالبلد يعني اللي هو يزحر مسيحيين على جنب تناحروا يا سنة ويا شيعة متل ما كان يصير قبل بس ولكن التسوية هي تتطلب أكيد تعزيز وجود المسيحي القوي اللي هو الميزان الأساسي في هذا البلد وهذا الحضور وهذه التفاعل الديمقراطي بين كل المكونات اللبنانية إذا تسوي رايحين على مكافحة الأرهاب يعني نحنا يعني نحنا بفهم من حديثك إنه ما في انتخاب رئيس في المدى المنظور ممكن لأنه بوادر التسوي بلش تتبين واضح ونحنا برجع بقالك نحنا لازم نتشبس نحنا لازم نصنع مش المعجزة الطلب الطبيعي نحنا قدرين نصنعه كمسيحيين وكل الناس معنا وشعبنا معنا ولأنه نحنا نمثل أكترية المسيحيين وما نفزع من بعض لأنه أنا بعتبر أكبر مثال على ذلك خصومة عون وجعجع خصومة تاريخية نحنا شفناها كيف ترجمة مؤخرا ما نفزع من بعضنا العلاقة القوات اللبنانية والمرضة خلنا نشوفها كيف هي اليوم ما نفزع من بعضنا علاقة المرضة مع الكتائب اللبنانية ما نفزع من بعضنا نحنا آخر شيء عندنا القدرة نحنا فينا ملطقيين باستراتيجية ولكن نحنا ضمن التكتيك والتحالفات الداخلية كل إنسان فيروح على الطريق اللي بده بس ولكن نحنا إذا خلش شيء إذا ضعفنا خيه خلاص فلين وان بدنا الرافالين من هالبلغة طيب بعد عندي ثلاثة دقايق بس لناهية الحلقة سيفعل عمل مجلس النواب ستذهبون إلى مع تشريع أنتوا مع التشريع نعم العماد مشال عون اليوم عم بقول سيفكر بهذا الموضوع بعد كلام السيد حسن نصر الله شو رح يصير بالحكومة ومجلس النواب يعني في قضايا الناس بدأ تمشي بدأ تمشي ما فيها ما فيها ما تمشي وهذا الموضوع لا يعني كيف بدأ تمشي إذا بعضنا هالقد مصرين على عدم تحريك مجلس النواب والحكومة لا دبي اليوم تحريك مجلس النواب إنه إذا اليوم رحنا للقانون اللي اللي عرضوا حباس إبراهيم بطبيعة الحالة هيدا يستدعي فتح مجلس نيابي بطبط ولا لأ بس إنه بيمشوا فيه يعني بكبد الدولة يعني وبصير فيه إرهاق بالجيش شو إرهاق إذا هو فيه موضوع فيه مشكلة بدأ حل ما نحن إخر شي عم نتعطى بهذا المنطق العملاني إنه نحن عم نعمل تمديد تميزير في فره طيب كمان إخر شي هذا الموضوع له له حلوله كمان إنه إخر شي فيه معضلة سياسية طيب نحن إخر شي الدستور والتركيبي إذا بدأ نعتبر والمال إن وجد لخدمة الحياة السياسية مش بالقلب يعني بالنهاية إذا قادرين نحل هالمشكلة ما بفتكر إنه هاي دي المعضلة لحياة الناس مش لحياة السياسية لا طبي حياة الناس طبي بنيهية نحن ما نجي نعب على الكلام لأنه هاي السياسيين أنتجت هاي الطبقة السياسية هيدا الشعب أنتج هاي دي الطبقة السياسية خلنا نكون واضحين وما نجي نحن نلعب على العواضح يعني هلنا عم تلوم الناس يعني مش عاملوه مني. هي اكيد بمكان الماء خشيزة طبق السياسي. اذا الناس. بكرة في خميس في جالسة مجلسة. تعتني دي قبس. هاي دي انت قلت لي اياها. انا انت من الى تيار سياسي. بس ولكن انا اتهم نفسي. واتهم شعبنا. وشعب تيار المرضى بالتحديد. انه هو على المستوى. على المستوى. على المستوى. المطالب. هو اه مجتمع كسئول. وكذلك الامر كل الطبق السياسي. كل الشعب. بكل الاطراف. بكل الاحزاب السياسية. اللي هني قادرين لازم يميزوا. بين فكرة انتماء للاحزابهم. وبين الامور المطالب المعيشية اللي لك حق فيها تنزل فيها على الشارع. الخميس رح يكون في جلسة. انتي اليوم اليوم بمحان معايا ما في اشي ما لازم تسكت عنه. جوابني. الخميس رح يكون في جلسة. جلسة شو? مجلس وزارة. بيكون في جلسة. طبيعا. ونحن نعتبر انه. كيف بده يصير? كيف بده تصير? ليش بده تصير? بتصير أخر شي يعني قضية التمديد يعني مانطوية يعني بده معالجه وإلى. مانطويت كله موضوع مجلس وزراء وموضوع مجلس النواب كله مثل ما بيقوله حل متكامل مع بعضه البعض اليوم اي امور بتبين انه هناك سمتها استماع لمطار بالعماد مشيل عون بالمقابل فتح المجلس نيابي واستمرار عمل الناس والسماع الى رئيس دولة رئيس الحكومي تمام سلام بتسيير عمل الحكومي وتسيير شؤون الناس هذا امر متكامل مع بعضه البعض يعني انا ما فينا نجي بقى الموضوع نجزه هاي الموضوع ضمن عملية تكاملية انا بدأ اشكرك استيير سلامي فرنجي المسؤول الاعلامي في تيير شكرا لك مشاهدين الكرام تهى وقت البرنامج تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني mtv.com.lb الى اللقاء اشتركوا في القناة